أساطير والنجوم في مصر كلها مالية سماء مصر بالذات لما يكون عندك كبتانه كبير ونجم بتستمتع به بشكل كبير حسام غالي واحد من أفضل نجوم الكرة المصرية تاريخ وعطاء كبير جدا مع كرة القدم ومع الناد الأهلي تفرج على الشخصية تفرج على الشخصية تفرج على الأداء تفرج على الرجولة تفرج على المبادئ تفرج على النجومية تفرج على الحماس الزايد اللي ساعات بنرجعوا فيه لأن في حماس زايد ساعات بيخرج شوية عن الإطار لكن أهم حاجة تتعلم من حماسك الزايد بكرا إن شاء الله ساعة 12 الظهر هيكون فيه مؤتمر صحفي مهم للإعلان عن اعتزال حسام غالي طبعا هيكون مؤتمر كبير لإعلان عن تفاصيل الكابتانو حسام غالي هيكون مؤتمر هيحضره الأستاذ خالد درندالي أمين صندوق الناد الأهلي والكابتن عبدالعزيز عبدالشافي ليه الإعلان عن ترتيب المهرجان الكبير اللي هيكون في الإمارات يوم 15 مايو المقبل 11 مايو المقبل وده هيكون بحضور فريق آيكس الهولندي عارفين اللي حسام غالي كان ليه مسيرة كبيرة جدا ويمكن من المفارقات إن الكابتن حسام البدري وتكلم معنا هنا في مداخلات وتكلم في كل حيطة وقال لك أنا كان نفسي حسام غالي يكمل وكان نفسي حسام غالي يكون موجود وبحاول أقنع حسن لما الكابتن حسام غالي مشي وراح يحترف في السعودية وحصل بعض الكلام وكابتن حسام البدري مش عايزه بتاع تلف الدنيا في ثواني وتبقى الحقيقة اللي قدامكو كلكم اللي مش قابلة لأي تشكيك والواقع بيقول إن المدير الفني اللي كل ناس قالت إنه بيحارب النجوم وعايز 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 هو اللي بيتمسك بأن حسام غالي يكمل لكن الكابتن خد قرار وقال خلاص أنا اعتزلت وقال مش هكمل بعد كده وبكرة تفاصيل المؤتمر عشان يكون يوم 11 مايو هو ختام الكابتانو كبير يا كابتانو موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ببروك